نقطة تانية اللي قالها بيرامدز وعجبتني جدا هجماعة مقدمة احنا بنمشيها بالحب ونمشيها زي ما احنا عايزين وجيت قلتلي ان احنا هنعيد او هنعيد اخر او هنستكمل المباراة بتاعت بيرامدز واسموحة رغم ان ده مش موجود في اللايحة طب ليه لما جيت عقبت احسين الشحات بمباراتين فقط بعد التصرف ومع الشيبي العقوبة اللي احنا كلنا قلنا انها قليلة جدا وانا شخصيا هنا قلت هي قليلة بس الرابطة ما ينفعش او لجنة مسؤولات ما ينفعش تاخد عقوبة اكتر من كده عشان هتبقى مخالفة لللاقيحة اللي هي فيها عوار يعني لازم كنت تعاقب حسين الشحات مباراتين وبس ما ينفعش اكتر من كده عشان ده اللي موجود في اللايحة بس بما انك ممكن تتجاوز عن اللايحة فكنت تجاوزت عن اللائحة في موضع إحسين الشحات وعقبت عقوبة أكبر فما كانش الشيبي هيروح للقضاء المدني فما كانش إحسين الشحات خد حكم مدني بالسجن سنة مع إقاف التنفيذ ما كناش عشنا المأسويات دي كلها زي بالضبط القصة بتاع جوزيجو ميز مدير فني النادي الزمالك اللي احتك بالحكم الرابع واللائحة بتقول إنه يتم إقافه 8 مباريات بس أنت ما طبقتش اللائحة وقلت أحولها لاجنة الانضباط برضو أنت بتعمل اللي أنت عايزه شفت الحكاية اللي أنا حكيت لك فيها دي اللي أعلي فيها تضرر والزمالك تضرر وبرامدز تضرر وكل الانضبط تضرر بفكرة إنه ما فيش لوائح واضحة وسليمة وما فيهاش عوار وما منتخطهاش فتلاقي كله أصلا منزعج يعني أنت حتى لو بتعمل كده عشان ترضي هو ما حدش بيرضى لطول ما فيه عدم حسم وحزم في تطبيق اللوائح كله هيبقى متضايق حتى لو هو النهاردة خد أكتر من حقه بكرة يجي يقول لك لا أنا عايز أكتب من حقي تاني أنا مش عاجبني مجرد حقي بالمناسبة تواصلت مع مسؤولي ببرامدز بالمناسبة هو ببرامدز في اسكندرية عشان يخوض المباراة غدا أو يستكمل المباراة غدا أمام سموحة بشكل طبيعي وعندهم المعسكر عشان يلعبوا المباراة في ستاتبورج العرب وقالوا لي احنا منلعب المباراة عشان لو ما لعبناهاش هيتخسم مننا تلات نقط وهتعتبر المباراة خاسر زي ما حصل مع زمالك بالزبط فسد نقاط ده معناه ان احنا طلعنا برا المنافسة على الدوري خلاص فمبدئيا كده احنا مكمنين بس هنواصل إجراءاتنا ان احنا شايفين انه استكمال المباراة مخالف للقاحة وهنصعد الأمور بس لازم هنلعب المباراة قالوا لي كمان فنيا احنا كان افضل لنا نلعب المباراة أو تعاد المباراة من بدايتها حتى لو 11 ضد 11 عشان لما تلعب مباراة من الدقيقة 49 قبل ما اللعيب تخش في الجيم مرة أخرى الفريق اللي قدامك اللي كان بيلعب عشر لعبين وهينهج بدنيا فهينزلك فول باور هو يدوبك هيلعب 40 دقيقة وهو عشر لعبين بس هيبقى بفول باقصى حالة ليه فاحنا كنا دايما بنستغل فكرة ان الشوء التاني الفرق اللي قدامنا بتقع بدنيا لكن كده مهم بنا متشايف ان انت كده بتضر بفرصه في المنافسة على الدوري المباراة تستكمل غدا المباراة خلصت بقية نتيجة غير فوز البيراميدز انا بقولك هومن دلوقتي وانا جايلك من بعيد الدنيا مش هتبقى سهلة هنسمع بكرة برضو قصص وحكايات وخناقات ومشاكل دا ليه تاني شما بنطبقش اللوايح ولو طبقناها بنطبقها غلط ولو طبقناها فاللوايح اصلا فيها عوار ونفضل نلف الدايرة دي طول الوقت هيا السائل اشتركوا في القناة